أرحب بضيوف المشهد اليوم الكاتب والإعلامي سمير الخالدي الكاتب والإعلامي إحيى حرب وكذلك الباحث في شؤون الشرق الأوسط طالب العواد والبداية دوما بقوافل الشهداء المستمرة في قطاع غزة يدخل العدوان الإسرائيلي على القطاع يومه الثالث والثمانين بعد المئة وقبل ساعتين من الآن في مفترق الشجاعية اقتحم الاحتلال الإسرائيلي المدرسة بقصفها وبإطلاق الرصاص على المدنيين فيها في مجزرة جديدة في مدرسة الزهراء شرق مدينة غزة يجبون الجون بالنهاية تPST مياه uju اشتركوا في القناة منذ أكثر من أسبوعين ومنع الطعام والشراب والمواد الطبية من دخول المنطقة جيش الاحتلال شن أكثر من عشرين غارة على شمال القطاع منذ فجر اليوم بما نقلت وسائل إعلام عن مصادر طبية إفادتها باستشهاد وإصابة العشرات من أهل شمال قطاع غزة بينهم نساء وأطفال بعد استهداف منازلهم من خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت إحداها منزلا غرب جبالي البلد شمال القطاع كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المخيم مستخدمة القنابل الثقيلة إضافة إلى ضربات في منطقة لتوام شمال غرب مدينة غزة ومحيط بركة الشيخ ردوان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ أمس باستخدام البراميل المتفجرة في حرب الإبادة التي يشنها على شمال القطاع كما كشفت وسائل إعلامية وشهود عيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر البراميل المتفجرة سبق أن زرعتها جرافات الاحتلال وسط أحياء جباليا قبل أن تقوم بتفجيرها عن بعد ولكن هذه المرة الأولى التي تلقي فيها طائرات إسرائيلية براميل متفجرة على القطاع كما قال تقرير لقناة الجزيرة الإعلامية جيش الاحتلالي يستخدم البراميل المتفجرة في حرب الإبادة شمالي القطاع كشفت قناة الجزيرة الفضائية عن بدء استخدام طائرات الاحتلال الإسرائيلي براميل متفجرة على الأحياء السكنية شمال قطاع غزة وسبق أن زرعت جرافات الاحتلال براميل متفجرة وسط أحياء جباليا قبل أن تقوم بتفجيرها عن بعد ولكن هذه المرة الأولى التي تلقي فيها طائرة إسرائيلية براميل متفجرة على قطاع غزة من الجو وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن البراميل المتفجرة تسقط على الأحياء السكنية شمال غزة وتحدث انفجارة قوية للغاية كما تحدث اهتزازات أرضية يشعر بها سكان مدينة غزة وتحمل هذه البراميل ما بين 200 إلى 300 كيلوغرام من مادة تي أنتين متفجرة وتضاف إليها مواد نفطية تساعد في اندلاع الحرائق عند إصابة الهدف وقصاصات معدنية مثل المسامير وقطع الخردة المستخدمة في صناعة السيارات لتكون بمثابة شضايا تحدث أضرار مادية في البشر والمباني خاصة إذا كان القصف مباغتا يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ما لم يستطع تحقيقه بالقتل والعنف يحاول أن يحققه بمزيد من القتل والعنف سلاح البراميل المتفجرة الذي يدخله الاحتلال الإسرائيلي هذا سلاح انتقامي وليس سلاح تيكتيكي أو سلاح يواجه به المجموعات التي فشل في مواجهتها حتى الآن لأنها ما زالت تقاتل فصائل المقاومة ما زالت تقاتل على الأرض فإدخال البراميل المتفجرة كما يبدو هو سلاح انتقام من المدنيين وهو أيضا تدمير لما تبقى من منازل شمال القطاع ليكتمل بذلك ربما مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير سمير ما رأيك؟ هو في كل حالات أرحبك جمال وسادة الضيوف والمشاهدين استعمال هذا السلاح الغبي الذي سبق النظام السوري استعمله ضد شعب أعزل دليل على أن هناك انتصار يحققه المقاومون على الأرض ويحققه المدنيون كذلك لأن هذه الحاضنة الشعبية التي أراد الاحتلال ضربها وبالتالي تأليبها على المقاومة بعد أكثر من سنة الآن لم تنجح وهي نقطة القوة ربما أكثر حتى وقبل السلاح الذي يستعمله المقاومون هذه الحاضنة الشعبية الآن هناك طبعا انتقام لا واضح منذ الأيام الأولى للحرب من المدنيين ومن الحاضنة الشعبية ولكن زيادة على هذا لا ننسى أنه هذه المناطق التي يقعوا استهدافها بهذا الشكل هي مناطق ضمن تلك الخطة التي اشتهرت الآن بخطة الجنرالات والتي تقتضي إفراغ ذلك الشريط كله تقريبا شمال غزة كله من أجل توفير من أجل تجريف كامل يعني استخدام هذه البراميل المتفجرة سواء بالطائرات أو بتفخيخ المنازل هو إثبات عن عجز عسكري لأنك عندما تفخخ المنزل بالأساس أنت اقتحمته وأن تتأكدت أنه لا وجود المقاومين فيه إذن لماذا تفجروا؟ هو التفجير لأن نثبت لديهم أن هذه الأماكن التي يقعوا تفجيرها في النهاية هي تتحول إلى أماكن إضافية يستعملها المقاومون للإقاع كماء أو اغتيالات وما شابه هذه الكميات الخرسانية الكبيرة تسقط تتحول إلى جدر يختفي خلفها أو يستعملها المقاومون وبالتالي هي أولا في هذه الناحية هي استهداف المقاومين ثانيا تعبير فعلا عن عجز هذا الاحتلال في نهاية الأمر نحن دايما نذكر أن المقاومون في غزة يقاومون العالم حقيقة لا يقيمون الاحتلال الإسرائيلي لأن كل ما يصل ذخائر انتهت الأسلحة انتهت فبالتالي هناك ذخ هذه زاوية مهمة صراحة سمير أستاذ يحيا أنه ربما يكون مؤشر على مشكلة في النخص في الذخيرة استخدام الاحتلال الإسرائيلي لهذه البراميل المتفجرة إضافة لما تحدثنا عنه أنه هو سلوب انتقامي وتدمير ما تبقى أصلا من منازل شمال قطاع يعني في الحقيقة الأمر وإن كان يعني مستغربا وفاجعة هو بالنهاية قتل مدنيين بهذه الطريقة ولكنه ليس مفاجئا على الإسلوب التوحش الصهيوني في غزة وفي غير غزة يعني استهداف المدنيين استاذ جمال ليس جديدا على جيش الاحتلال هو استهدفهم منذ بداية هذه الحرب ولكن الفرق الجوهري هنا أنه في البداية كان يقدم نفسه للخارج هذا الاحتلال يقدم نفسه للخارج بأنه لا هو يستهدف مقاتلين ولكن هم يختبئون بين المدنيين وأنا أسلحتي دقيقة وأنا طيراني دقيق وأنا طيراني متطور جدا ومتقدم هكذا كان يقدم نفسه يبدو أن هذا الاحتلال اليوم بعد ما شاهده من هذه الإشارات ليست فقط الخضراء يعني خضراء جدا جدا من مختلف دول العالم ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية بل حتى من ألمانيا حتى من الاتحاد الأوروبي من دول كثيرة صار يعني الفجور الفجور الصهيوني بلغ حدا أنه يستطيع أن يضرب هذه القنابل التي هي تسمى قنابل غبية يعني قنابل ليس عشوائية يقتل كل الناس هذا بسبب التراخي الدولي والتسهيلات الدولية بحيث أننا الآن لم نعود نسمع كثيرا ضجة حول ما يحدث في غزة وكأن قتل الناس ربما غير مناسبة هنا عبارة تراخي غير مناسبة هو تواطئ عربي ودولي وما شابه لأنه لما كانت مناسبة ثانية وجدنا هؤلاء العرب الذين الآن ينددون وجدناهم في عاصفة الحزم عاصفة الحزم في اليمن كانوا في المقدمة عاصفة الصحراء في 91 كانوا في المقدمة قدموا زنودا عشرات الألاف بل مئات الألاف قدمتها نصرة للأمريكا للأمريكا فبالتالي والسبب الثاني يعني لو سمحت لفضلكم هذه الفكرة ما أشار إليه السيد سامير الزمير السيد سامير حول خطة الجنرات الأربعة هي تقضي فيما تقضي بأن تعطى مهلة لهؤلاء السكان ليخرجوا من القطاع ليخرجوا من شمال القطاع فمن خرج منهم خرج طبعا يجرس دياده في الطريق ومن لا يخرج يعتبر مقاتلا من حماس حتى لو كان شيخا أو امرأة أو طفلا ويتم قتل ويتم قتل به نعم يعامل معاملة المقاتل صحيح وهذه خطة موجودة خطة موضوعة نشاهدنا شهد الدبابات أمس تقيم الحواجز وتفصل الرجال عن النساء يعني خطة التهجير موجودة الآن تنفذ ونحن نتكلم والعالم صامت أعتقد أكون مسألة في غاية الأهمية هذه الحاضنة الشعبية اللي هي بصمودها خلال سنة لم يتمكن الاحتلال من بعضها لذلك الخلاص مفهوم الاحتلال الخلاص من الشعب الفلسطيني بهذا الشكل أو بذاك بكل الوسائل وبكل الإمكانيات إن كان برامير إن كان هاي 35 كل هذه المسألة في تقديري هو قتل الروح المعنوية أو الصمود الباسل لهذا الشعب لأنه لم تتمكن لحد الآن كل الإعلام الغربي كل الآلات يعني الآلية الغربية بالإعنام ولا حتى الإعلام الإسرائيلي قدر قدر هلقد يرعف الحاضنة الشعبية وهذه تورق الاحتلال هذه تورق صانع القرار في إسرائيل لذلك في تقديري سيلتجي ليس فقط للبرامير سيلتجي إلى هو الآن إبادة جماعية أما مسألة التعويد على الغرب والموقف الغربي وأنا أعتقد هذه ممكن عشرات مرات إن كانت في قناتكم أو في مجال آخر هذه الحرب أمريكية بامتياز هذه الحرب أداوتها هي يعني أداوتها هي إسرائيل أما الحرب يقول لك هذه حرب يعني إسرائيل وربما أكثر من ذلك ربما هي حرب غربية أيضا لسنا نتحدث عنها نعم نعم بالتفصيل نعم وفشل ذلك لكن مسألة في غاية أرجع وأقول لك المسألة الآن في تقديري هي مو مسألة فقط التهجير الشعب الفلسطيني أو سياسة التهجير هو إنهاء دور المواطن الفلسطيني يعني عمل إبادة جماعية إبادة منظمة بهذا الشكل أو بذا هذه الصور سيد طالب التنكيل بالمدنيين التي يواصلوا الاحتلال الإسرائيلي تنكيل بهم واحتجاز بعضهم عندما أجبرهم على النزوح من الشمال بعد تطريق أفراد الأسر النازحة عن بعضها البعض هذه شهادة إحدى النازحات الفلسطينيات من شمال قطاع غزة موسيقى 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 يعني هذه الشهادات في يوم من الأيام ستكون شهادات علينا جميعا على كل من سمع ورأى ولم يتحرك ولكن من كان بيده القرار في هذا العالم الذي يعتبر نفسه عالما متمدنا عالم لديه أدوات لمحاسبة المجرمين والقتل سمير أليس المفروض عليه هو الآن أن يسرع هذه الإجراءات التي ما زلنا كنا ننتظرها لمحاكمة من يقترف مثل هذه الجراءة في الجنايات الدولية والعدل الدولية جمال دعني أنا أعطي مثال بسيط حتى نفهم أن الجميع متواطئ مع هذه الإبادة ليس فقط الغرب قد تجد قد تفهم الغرب لأن إسرائيل تمثل استمرار وانتداد لثقافة وهو الذي صنعها فيدعمها لكن حينما تأتي لجانب المتضرر وهم الفلسطينيون وإخواننا عرب ومسلمين وتجد في نفس الوقت تفرج وصمت رهيب بل أكثر من ذلك تقارير توصف هؤلاء المقاومين بالإرهابيين وتحاول أن تحط من مكانتهم في حين أنها ترفعهم بتلك التقارير أعطي أمثلة بسيطة يعني حينما وقعت غزو العراق للكويت تحرك العالم صح أو لا تحرك العالم بقيادة أمريكا وأكثر دول كانت مقاومة وداخلة في الجيش للتحالف هي الدول العربية مثال مصر كان معها 20 ألف جندي شاركت ب20 ألف جندي المغرب 13 ألف جندي الكويت 9 ألاف جندي عمان 6300 الإمارات 4300 قطر 2600 هذا في عام 1991 في تحرير لما نأتي إلى عصيفة الصحراء هنا عصيفة الحزم اللي في اليمن 100 طائرة مقاتلة و150 ألف جندي سعودي دخلوا إلى اليمن 30 ألف طائرة 30 طائرة مقاتلة إماراتية 15 ألف كويتية قطر بحرين المغرب السودان كلهم قدموا طائرات بكذا في ليبيا نفسها لما دخل ناتو قدموا كذلك الدول الخليجية وعدت بتقديم مليون دولار على كل قنبلة يا سمير الواقع هل تطالب الدول العربية الآن أن تحشد قوات عسكرية نحن نطالبها بطرد استفراء ليس هذا بأقل من ذلك طبعا تجميد العلاقات ولا تقوم بي نحن نطالبها لا لا ليس هذا بعضها يتآمر من أجل قلت حماس والقدر على المقاومة قلت أنه إذا كان بمقدورهم المشاركة بهذا العدد أليس بمقدورهم أنهم يتحركوا سياسيا دوليا يتحركوا سياسيا ضغط سياسي دبلوماسي تهديد بأشياء اقتصادية بمقدورهم ولكنهم لا يريدون ليس كذلك حقيقة التعليق على هذا الكلام يعني هو أمرين حقيقة الأمر الأول وفعلا هذه إدانة للأنظمة التي لا تحتشد إلا تحت الراية الأمريكية الذي جمع هؤلاء ليس حميتهم وليس حبهم في الكويت ولا في لينيا هو أمر محمود طبعا يدافعوا عن الكويت في ذلك الوقت ولكن أنا أقول ليس هذا هو الذي دفعهم الذي دفعهم هو الحجد الأمريكي الراية الأمريكية التي تجمع والقلادة التي في رقابهم وتجرهم إلى حيث مكان هي القيادة الأمريكية ثانيا هذا دليل كبير سجمال الأخوة العزاء دليل على حالة التدهور والانهيار التي أصابها من يومها منذ التسعين إلى اليوم ونحن في حالة نزول اليوم أنا أقول لكن الحدار الآن أصبح سريعا جدا سريعا جدا أنا أقول الآن لا أعتب عليهم أنا أشفق عليهم أنا أشفق عليهم لأن هذه الحالة لو أصابت أي دولة عربية الآن ما يصيب لبنان أو فلسطين أي دولة عربية هل تستطيع أن تدافع عن نفسها؟ هل تستطيع أن تقاوم أي احتلال أو أي اعتداء؟ هم في حالة بلاء حقيقي هم في حالة عجز وشلل لا يستطيعون يا أخي هم عجزون ولكن لماذا تضيع؟ كل هذه الموارد مصر جيشها نظامي ستمائة ألف جندي غير النظامي حوالي 2 مليون كل هذه الموارد العسكرية ونحن نتحدث عن صقف تجميد العلاقات عن صقف إجبار الاحتلال على التوقف سيدي لحد الآن العالم العربي أو الحكومات العربية لا توجد لديها استراتيجية لأمنها القوم هذه نقطة مهمة جدا في تقديري لا توجد أي استراتيجية لأمنها القوم يعني الدفاع المشترك اللي تأسست بـ 52 لم تفعل إلا من أجل بعض الدفاع عن بعض الحكومات مثل ما ذكر الأستاذ الفاضل أنهم مسألة الكويت دخلوا براية أمريكية بس هي فعلوا مسألة الدفاع المشترك لحد الآن أنا أرجع وأقول يعني الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني سيتأعني بالضرورة سيجني رقاب حكومتين في تقديري بعد انتهاء هذه الحرب وتذكروا ما أقوله رأس النظام الأردني مطلوب ورأس النظام المصري مطلوب إذا لم يتحركوا بالدفاع لكن الأردني لماذا الأردني؟ الأردن حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وعندما علاقة مع إسرائيل سيدي لو سمحت إذا مليون فلسطيني هجر إلى الأردن ما هو الموقف؟ ما هو الموقف؟ رح تقبلهم يعني النظام سيجبر على الأردن يجبر بشأة فلسطينيين لن يقوموا بذلك نعم الشعب الفلسطيني بطل وهذا ما نقوله اليوم عندما ندافع نحن أخي السيد جمال نحن لا نطلب منا من العرب من أجل الفلسطينيين نحن نقول أن فلسطين الآن بغزة الآن المقاومة الآن هي خطة بفعل أول عنهم أنظمتهم ليس فقط انقلابات أنا لا أقول سيحدث مثل عام 48 ربما لا يحدث نفس الأمر انقلابات عسكرية وذلك ولكن هذه الكارثة لو حلت بفلسطين فعلا واستطاعت إسرائيل أن تنفذ مشروعها بإبادة الشعب الفلسطيني إبادة سياسية طبعا وليس إبادة بشرية فقط إبادة سياسية لو استطاعت إسرائيل هذه المنطقة ستتغير كرامتهم سيدخلون مرحلة العبودية للسهيوني سيحدث عن إسرائيل الكبرى وينفع خرائط إسرائيل الكبرى رئيس الولايات المتحدة ترامب ترامب بسكة بلد إسرائيل صغيرة يجب أن تتوسع في تقديري أن هذه الأنظمة غير الشرعية وهي تعلم أنها لا شرعية لها ولا مشروعية الطوفان الأقصى وهذا الحراك الشعبي يخيف ويرعبها لأنه نفس جديد روح جديدة في الوطن العربي كله في شعوب المنطقة العربية كلها فإذا نجح هذا وأسقط الاستيطان وأسقط المشروع الإسرائيلي والمشروع الصهيوني فهذا يعني أن هذه الشعوب قادرة على إسقاط أنظمتها قادرة على أنها تعيد كرة الربيل العربي مرة أخرى ومن هنا تأتي هذا الدعم اللامتناهي مديا ومعنويا لما تقوم به إسرائيل وإعلامية لما تقوم به إسرائيل لكن هناك عتب آخر ولوم آخر كذلك لا يجب أن يتوجه لون فقط للأنظمة حتى الشعوب مسؤولة يعني أنت ما الذي يمنعك أن تكون مثل الشعب المغرب على الأقل وهو رقم واحد في الشعوب العربية من حيث النزول للشارع ودعم القضية الفلسطينية بما يستطيعه برغم أن دولتهم مطبعة وينادون في هذه المسيرات بإسقاط التطبيع ما الذي يمنع الشعب الجزائري والذي رفع شعار منذ عهد ممدين بأننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة من أن ينزل النظام يمنع منعا باتا من يفكر في النزول واحد رئيس حزب مرة نزل للشارع في مزارة المعمداني أوقي القبض عليه في الشارع نزل بدون ترخيص هو نزل عفويا لأنه وقعت في الليل تثميت شخص استشهد ونزل هو أوقي القبض عليهم كذلك في دولنا أخرى في مصر وفي الأردن الأردن هناك مظاهرات في الأردن الاحتلال الإسرائيلي عندما يرى هذا الصمت والسكوت يشجعه على التمادي أكثر يعني لو أنظمة في محله لكن حتى الشعوب تتحمل المسؤولين لا بد أن مفروض نعم مليعة مليعة أنه العربي حرك في هذه الشعوب الرغبة في الانعتاق الرغبة في الحرية عدم السكوت على الظلم وفلسطين هذه قضية الجميع على كل حال بالعودة للأوضاع الميدانية محللون قالوا بأن لجوء الاحتلال الإسرائيلي للبراميل المتفجرة هو تعبير عن الفشل العسكري الميداني الذي يواجهه جيش الاحتلال ما دفعه للانتقام من منازل المدنيين في الشمال بعد عجزه عن الحسم عسكريا رغم التفوق العسكري والدعم الأمريكي والغربي المزيد في هذا التقدير حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي بهذه الكلمات التي أراد لها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن تعبر عن النجاح الإسرائيلي أثار اعترافا ضمنيا أن ما يسميه نجاحات لم ترقى حتى الآن إلى تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة إلا إذا كان يرى في إبادة المدنيين وتجويعهم واستهداف المستشفيات إنجازا يكمل صورة نصر لم يحققه اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله التي نغصها الرد الإيراني وضربة قاعدة بن يمين ومسيرة بيت نتنياهو كما لم يساعده استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار التي تحولت إلى صورة أيقونية يجمع الكثير من المراقبين على أنها ستعيش سنوات طويلة بعد رحيل نتنياهو وحكومة المتطرفين التي تقود إسرائيل إلى كارثة محققة على ما يرى بني جانس ويائر لابيد وأسحق بريك وغادي أيزين كوت وغيرهم فرط القوة التي تستخدمها إسرائيل في ضرب المدنيين والبنى التحتية للحياة في غزة والتفوق العسكري الذي صنعه الدعم الغربي لا محدود ولا مشروط كما يؤكد رموز البيت الأبيض من جيك سيفليان إلى أنتوني بليكن والويد أوستين لم يمنع بضعة مئات من المقاومين بسلاح خفيف من تحقيق إنجاز يوم السابع من أكتوبر كما أنه بعد أكثر من ثلاثمائة وثمانين يوما من الحرب لم يمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة سواء في غزة أو في لبنان وهو ما يفسره لجوء جيش الاحتلال إلى الذهاب نحو مزيد من القتل والدمار وإدخال وسائل أكثر إجراماً وعدوانية مثل استخدام البراميل المتفجرة في خطة الإبادة المستمرة شمال قطاع غزة منذ تسعة عشر يوماً وهو ما يحمل على التوقف ملياً عند معالم تكرار سيناريو غزة في لبنان مع استهداف الاحتلال للمستشفيات والأطقوم الطبية والمساكن المدنية والبنى التحتية وحملات الشيطنة ضد المرافق العامة كما فعل مع مستشفى الساحل وهو ما يعيد للأذهان استباحة مستشفى ومجمع الشفاء في غزة حالة اللايقين الإسرائيلية المصحوبة بانتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي والتي تترجم تأنيه في وضع أهداف كبيرة لحربه على لبنان لم تحرك الراكدة في مستنقع الدبلوماسية العربية إذا تم استثناء الدور القطري ولم تدفع الغربة نحو الضغط على إسرائيل سوى في الحدود التي تضمن للولايات المتحدة عدم الانغماس في توسيع الحربي مما يهدد مصالحها في المنطقة ويؤثر أيضاً على حظوظ كاميلة هارس الانتخابية ولعل خير ما يعبر عن ازدواجية المعايير التصريح الصادم لوزيرة الخارجية الألمانية والتي بررت قتل الاحتلال للمدنيين واستهداف المستشفيات ومراكز اليواء وهو ما يؤكد المسؤولية المشتركة لهذه الحكومات في جرائم الإبادة والتطهير العرقي ويدفع باتجاه إمكانية ملاحقتها أمام المحاكم الدولية التي لم تتمكن أعلاها وهي العدل الدولية من إنفاذ قراراتها وتوصياتها مما ضاءل الثقة في فعاليتها وجدواها وفي الوقت الذي انطلقت اجتماعات مجموعة بريكس بحضور وازن وتحدي واضح لسياسات واشنطن استدعي وزير خارجية الولايات المتحدة إلى إسرائيل ولم يغير شيئاً في صورة ضعفه وإدارته أمام التحكم والسيطرة لنثنياهو بالإضافة إلى أهدار مزيد من صورة أمريكا القوية بفعل اضطراره لتأخير مغادرته تل أبيب واحتمائه في أحد الملاجئ نتيجة صواريخ حزب الله التي يبدو أنه تم توقيتها بعناية لإيصال مجموعة من الرسائل يستمر الحديث عن صفقة التبادل مع حماس على مبدأ أن إدارة بايدن ترى في غياب حي السنوار عن المشهد فرصة مع علمها بأن الوقائع تؤكد حقيقة أن نثنياهو وحكومة المتطرفين في تل أبيب هي المعرقل الفعلي ولكن ربما هي خطوة تخدم مرشحة الحزب الجمهوري وتتمكن من استمالة الناخبين الأمريكيين من العرب والمسلمين والشباب مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي وهو ما يخدمه أيضا الادعاء بأن واشنطن تعمل على حل دبلوماسي مع لبنان وتلقت عودا إسرائيلية بتأمين دخول المساعدات إلى شمال القطاع واستدامتها وعدم تبنيها لما يسمى خطة الجنرالات هذا السياق يطرح مجددا السؤال عن مآلات الحرب ومخاطر توسعها وانعكاساتها الإقليمية والدولية في ظل ثقة باهتة بمواقف واشنطن المعلنة بالإضافة إلى بروز التساؤل عن واقعية الكلام عن فرص نجاح صفقة التبادل في غزة أو الحل الدبلوماسي مع لبنان يجب أن يقال بأن ما أتاح للولايات المتحدة الأمريكية والغرب التمادي بدعم الاحتلال الإسرائيلي وعدم الالتفات حتى للحراك الشعبي الموجود في الغرب هنا في بريطانيا مظاهرات كبيرة تطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي كما في أمريكا أعتقد ما الذي ربما جزئيا دفعهم للتمادي هو في المقام الأول للموقف العربي البات بل والمتخاذل في بعض الأحيان ويضاف له أيضا الموقف الروسي والصيني على الرغم من أن الصين وروسيا تدين الولايات المتحدة الأمريكية وتدين الاحتلال الإسرائيلي في استمرار الحرب لكن هذه الإدانة أستاذ يحيى إلى أي مدى تعتقد بأنه في مجموعة بريكس تحديدا هذا التكتل الكبير كان يجب أن تكون أكثر وضوحا أكثر حدية لدرجة إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على أن يأخذ هذه المجموعة بمحمل الجد سيتحدث فعلا عن هذه النقطة ولكن اسمح لي في البداية أن أجيب على المقدمة وتفضلت بها أن كل هذه العوامل التي ذكرتها أستاذ جمال السكوت العربي التخاذ العربي الجبن العربي التواطئ التواطئ العربي والإنهزامية الدولية الضعف الدولي العجز الدولي كل هذا لا يبرر هذه الوحشية التي يأتينا بها الغرب هذه لم تمنعه من أن يقتلنا ولكن هو بالأساس نيته وتصميمه هذه الوحشية يعني عندما تخرج وزيرة خارجية هذه الألمانية تتحدث بهذه اللغة كيف تتحدث؟ كيف تتصرف فيها بحياة شعب ليس شعبها تتصرف به تسمح لأي كان أن ينتهكه ويأطله ويدمره وهي تبرر لهذا القتل والدماء هي ما مسؤوليتها في هذا الأمر ما مسؤوليتها في هذا الأمر والرئيس الأمريكي هو وزير الخارجي هذا الوزير الخارجي التي أتى إلينا الآن أنا لا أعرف كيف لا يحاكم أنا شخصيا رصدت وأنا مجرد صحافي يعني عادي حتى الآن زار المنطقة 11 مرة معدل مرة كل شهر يعني لم ينتج قشة واحدة لم يؤثر في مصاري الأحداث سفر فاطل سفر سفر واحد لهو أثر لك لصالح إسرائيل يعني لم يؤثر بحسب الشعارات الأمريكية لم يقدم أي شعار أمريكي لم ينتج أي شيء هو فقط كان يسهل للأمريكية أو للإسرائيلي ويروج له هذا أيضا يجب أن يدان هذا هو العدو الحقيقي هذا هو اللي يجب أن يدان في كل هذه المصدر نعم بقية الآخرين الدول الكبرى للأسف الشديد للأسف هناك حسابات مصالح ربما أكبر من مصالحنا لكن نحن حسابات مصالح يعني أنا أتكلم الدول العربية لديها علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا والصين روسيا السعودية تصدر مليوني برميل نفط يوميا إلى الصين هذا ما كنت أريد أن أقوله لك أن مصالح هؤلاء حتى الآن هي مع الدول العربية المتآمر على الفلسطينيين هي مع هؤلاء وليست مع معنا نحن كشعوب مقاومة في مسألة أيضا الآن الروس والصينيين من مصلحتهم إطالة هذه الحرب قلنا نكون صريحين وارحين من مصلحتهم إطالة هذه الحرب الآن نتوجه كلما نتوجه إلى المنطقة يعني إبقى إشغال أمريكا وإسرائيل إشغال أمريكا في أوكرانيا وإشغال أمريكا في تايوان لا بتايوان الآن الأمريكان قبل 7 أكتوبر حادي نسنونهم على تايوان كل إمكانياتهم ببحر الصين وعلاقات وسوى أكثر من معاهدة مع اليابان وسوى معاهدات مع تايوان فهذه الدول عدم مصالح مصالحها فوق كل احتبار لذلك فيه تقديري يعني لا ننظر أنه روسيا أنه التحاد السوفيتي روسيا الآن دولة رئيس مالية لا تختلف عن أي دولة رئيس مالية أخرى عدم مصالحها عدم تريد مراكز نفوذ في المنطقة تريد علاقات ولكن هناك تتبات لتغيير المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية تتواطأ مع بن يمين نتنياهو ربما بلينكين يجب أن نقول بأنه هو يرتب مع بن يمين نتنياهو ترتيبات الشرق الأوسط إذا كان هذا هو الموقف سيد طالب فيكون قمة الغباء عند هذه الدول لأن سقوط الشرق الأوسط باليد الأمريكية والصهيونية سيكون أكبر ضربة لكل مشاريع لكل هذه المشاريع اللي بيحلموا فيها هنا طريق الحرير وعالم متعدد للأقطاب هذا يكون سينسب في هذا السرق الأوسط فلنباع ضريرات الشرق الأوسط ليست من بنات أفكار بن يمين نتنياهو هو ترتيب أمريكي إسرائيل وسيضر فيه بروسيا لأن روسيا موجودة في الأمريكية سيضر في الصين من أين سيأمر طريق الحرير أكريم إذا سوطلت أمريكا على هذه المنطقة من أين سيأمر طريق الحرير في تقديري سيقفل على الصين ستعود محاصرة في تقديري مجاملة الولايات المتحدة في أكثر من موقع هي مصالح آنية أو رؤى آنية يعني خلي نشوف الموقف السوفيتي السابقين إصدار بياناته ولكن على الواقع ما في حسب لأبو أستاذ هذه المسألة أول تعليق بس على نقطة الكلام بلينكين لكن حتى هذا في نية الأمر حتى يعني ما يذكره الأستاذ يحيى لأنه لو سقط الشرق بيد للولايات المتحدة كيف هي ضربة للصين هو الشرق في نهاية الأمر بيد للولايات المتحدة الأمريكية منذ ستينات وخمسينات القرن الماضي يعني ما فيه جديد بالعكس يعني هو الأمريكان كانوا في فترة من فترات مع الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب ماشيين في مسألة هذا الشرق الأوسط الجديد وترتيب الأمر بحيث تصبح إسرائيل هي الدولة المهيمة اقتصاديا وأمنيا على المنطقة وتهنيهم على كل هذه المنطقة ويتحولون إلى الشرق الأدنى ما حصل في الطفان لخبط غير كل هذا وبالتالي من مصلحة الروس ومصلحة حتى الصين أن تزيد الولايات المتحدة أن تغرق أكثر في هذا المستنقع وهم مستعدون حتى ولو تحت الطاولة ولا تحت الأرض عبر الأنفاق بمد المقاومة بما تستطيعه لاستمرار هذا الاستنزاف وبالتالي كل مطالة كلام هذا يقوله طبعا مختصون في الاستراتيجية والتحليل الاستراتيجي كل مطالة الحرب فهي في صالح الصين وبالتالي لما ترى عدوك يغرق أنت هل ستمد لده أم أن تدفعه فستدفعه أكثر للوقوع الاستسلام للولايات المتحدة الأمريكية في مخاطرة استراتيجية لأن المخطط لن يقف عند لبنان فقط هناك حديث إسرائيل الآن ليس خافيا عن دخول سوريا أيضا بدأوا يهددون بدخول الجلال السوري وهذا محرك الرئيس التركي وهذا محرك العملية ضد الرئيس وما يقال عن زيارة وزير الخارجية الأردني الصفدي أمس أول أمس إلى سوريا ولقائه برئيس النظام الأسد قيل بأنه ربما نقل له تهديدا أمريكيا بفك العلاقة أو الابتعاد عن إيران وإلا فأن الضربة آتية بالتالي فأن روسيا لا تستطيع أن تنتظر كما قال أستاذ يحيى لأن مصالحها سوف تتضرر وعندها سيكون خطر استراتيجي على روسيا أنا ملاحظة بذلك إذا كانوا الروس جادين في إيقاف هذه الهجمة الشرسة هو دعم إيران بشكل عسكري واضح وهذا حاصل وهذا حاصل ويقول هذا حاصل نعم نعم يعني زيارات مكوكية أيضا زيارات مكوكية وتقرير اليوم تحدثت عن أيضا تنسيق عسكري فيما يتعلق بالرسل هذا على ما يبدو أن روسيا ستدعم إيران بربما أجهزة متقدمة لرسل السلاح الجو الإسرائيلي هذا إذا صار هذا جزء من إيقاف صحيح الهجمة الشرسة الإمبريالية بالمنطقة في تعليق لكن أكو مسألة اليوم ظهرت يعني مسألة هي قد لا أريد أن نحرق البرنامج هي طرح السعودي الجديد طرح السعودي الجديد مع إيجاد هذه أول مرة نكون هناك على أساس بين إيران المناورات البحرية هذه سنتحدث في الساعة الثانية عنها في الساعة الثانية نعمت بلينكين الذي قال عن إسرائيل أن تحول النصر العسكري نحس نحس استراتيجي هذا مهم جدا الكلام في هذه النقطة لأنه هذا لما تقرأ بين السطور هذا يعني أنه موافقة على استمرار على الخطة الإسرائيلية والاستمرار في الخطة الإسرائيلية التي هي خطة الإبادة هذه خطة الإبادة هذه هي جزء من هذا المنطق تحويل هذا النصر إلى نصر استراتيجي وبالتالي المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر هي متورطة سرا وعلن في عملية الإبادة وإذا لكنا لا يفهم أنه نحن ندين روسية أو ندين لا 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 هم يتحركون هم يتحركون ولهم مواقف لا بأسفية إعلامية مطلوب أكثر مطلوب أكثر نعم حسب الظروف التي نحن نعيشها من حقنا المطلب أكثر لكنها بالحقيقة هم لا هم يعني يدركون نحن افترضنا أنهم يدركون هذا الأمر ويعونه لا أكو مسألة أيضا أستاذ سمير في تقدير كل المراقبين أنه هاي يعني كل من ينظر بعين واحدة أنه هاي الحرب مو أمريكية حرب أمريكية أدواتها إسرائيل لتحقيق شرق أوسط جديد تكون فيه التطبيع يعني اليوم تصريحة بلينكين في السعودية تصريحة واضح أنه يطالب الحكومة السعودية بالسرعة في التطبيع أي بمعنى آخر في حين الموقف السعودي واضح يعني يسبب لسته بباب الدفاع أنه تكون دولة فلسطينية وبعد ذلك لكن فيه تقديري كل هاي هاي إهانة يعني إهانة للموقف السعودي يعني المفروض السعوديين رأساً يردون أنه إحنا من طبوة على الأقل لبنان لبنان يا أخي معروف تاريخياً سعوية كان لها نفوك لبنان لماذا تترك لبنان الآن هذه مشهورة كلمة السينسين ممكن أستاذ يحي يذكرها السينسين يعني الموقف السور والسينس جنرال إسرائيلي يتحدث الآن أن المطلوب هو إدخال لبنان في التطبيع العربي فأين هي الدول العربية التي تركت لبنان حتى كما يتعلق بانتقاد إيران هم أيضاً الذين تركوا لبنان وهذا الفرق ربماً للنفوذ الإيراني أين أنتم؟ لماذا لا تقوم بالتوازن مثل ما كان في معادلة سينسين هنا هو الفرق بين الاستراتيجية التي يقولها نيتنياهو والاستراتيجية التي يزعم هذا بلينكين أنا لا أريد أن أصفه كثيراً لأنه فعلاً طفل طفل بالسياسة أيضاً نيتنياهو يرد عليه بالاستراتيجية الاستراتيجية التي يحكي عنها بلينكين هو بكل بساطة أن استبدلوا هذه الإنجازات العسكرية في الأرض بالتطبيع مع السعودية وبعض الدول العربية هذه استراتيجية بلينكين ولكن نيتنياهو أعمق منه بكثير بنيتنياهو ينظر الآن لأنه هناك فرصة لتدمير كل الخصوم وبالتالي فالآخرون سيأتون إلى تطبيع جماعات وفرادة ينظر أبعد من نظرة بلينكين وهذا هو الخطر إذا سقطت المقاومة نعم التطبيع هو البديل وهناك الآن لبنانيون أنا أقول لك هناك الآن لبنانيون بدأوا يتحدثون بذلك بدأوا يتحدثون بذلك وبدأوا يراهنون على العلاقة مع إسرائيل نعم تصريحات وزير الخارجية السابق عندما يتحدث عن فصيل لبناني اختلفت معه أو اتفقت معه لكن لا يجوز أن تقول أن هذا الفصيل يجب أن يرحل إلى بلد آخر لا يجوز هذا الكلام على كل حال هذا يطرح الجذل مرة أخرى حول ما جرى في قطاع غزة وحول حق المقاومين بالدفاع عن أرضهم وهل أخطأ الفلسطينيون لأنهم قاوموا مستعمريهم هذا ما قال لساري عرابي معنا عبر سكايب أهلا بك أستاذ ساري أستاذ ساري في هذا السؤال طرحت في البداية سؤال التوقيت وقيمة النقد لحدث صار في ذمة التاريخ لكن مع ذلك ما زال البعض يتحدث أن هذا النقد يجب أن يكون نقدا بناء في النهاية ليس نقدا لروح مقاومة المحتل ولكن ربما لمآلات ما جاء بعده نعم الحقيقة أولا الإشكالية في النقد الجاري الآن ولا سيما في الذكرى السنوية الأولى لعملية السابع من أكتوبر ونحن هنا لا نتحدث عن الأعداء الصراحين للمقاومة أو للشعب الفلسطيني أو لحركة حماس أو لأي مقاومة كان ولكن هناك العديد من الشخصيات التي ربما بالفعل تملك نوع من الحساسية تجاه الأثمان الفادحة التي دفعت داخل قطاع غزة ولكنها تنطلق من ذلك في إطار خاطئ من النقد لعملية السابع من أكتوبر لأن مراجعة الحسابات للمقاومة التي كانت خلف عملية السابع من أكتوبر تتحول أحيانا في بعض مضامين النقد إلى إدانة للمقاومة الفلسطينية وهنا الحقيقة الخط الفاصل بين أن تراجع تلك الحسابات وأن تناقش تلك الحسابات وهذا بقطع النظر عن سؤال التوقيت لأن الحقيقة سؤال التوقيت سؤال مهم في هذا الوقت لكن لو تجاوزنا عن سؤال التوقيت وقلنا أن من حقهم أن يراجعوا حسابات المقاومة خلف عملية السابع من أكتوبر فإن هذه المراجعة تتحول إلى نوع من الإدانة وهذه الإدانة في الحقيقة فيها مشاكل سياسية وفيها مشاكل أخلاقية كبيرة لأن أولا هناك نوع من الربط الحتمي والماهوي والعضوي بين العنف الاستعماري وسياسة الإبادة الجماعية للإحتلال الإسرائيلي بالضبط وفعل المقاوم الفلسطيني يعني كأن المقاوم الفلسطيني هو الذي يستدعي هذا العنف الاستعماري مع أنه تاريخ الشعب الفلسطيني مع العنف الاستعماري منذ الانتداب البريطاني معروف ولذلك افتتحت المقالة بالحديث عن عنف الانتداب البريطاني في الثورة الفلسطينية الكبرى وكذلك عقيدة الإبادة التي يعتقدها ويعتنقها الاستعمار الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني تاريخيين وبالتالي هناك نوع من التبرئة الضمنية أو النفي الضمني لعقيدة الإبادة والاعتقاد الضمني بأن المقاوم بإمكانه أن يتحكم بمستويات الأنف الاستعمالية في هذا الجانب سالي تحديدا يجب أن نقول بأن ما يجري الآن من إبادة غير مسبوخ في التاريخ الفلسطيني هذا الكم الهائل من الشهداء من التوحش من الإجرام غير مسبوخ يعني من ال36 للآن على إجرام الاحتلال الإسرائيلي في كل مراحل الصراع معه لم يكن حجم الإجرام بهذا الشكل فلا مقاوم أو غيره كان يتوقع أن يكون حجم الإجرام كما هو الآن طبعا هذه نقطة مهمة في الحقيقة لأنه أصلا أي استعمار هو يريد أن يشعر أو أن يزرع في وعي الشعب الذي يقاوم هذا الاستعمار بأن كلفة المقاومة هي أعلى بكثير من كلفة الرضا بالحالة الاستعمارية وبالتالي لا يمكن للمقاوم في أي حال من الأحوال أن يتحكم بالعنف الاستعماري أو أن يتوقع أن هذا العنف الاستعماري بلغ هذه الدرجة من الشر أو أن يتوقع أن العالم بلغ هذه الدرجة الحقيقة من الانحطاط والرداءة يعني هذه قضية أساسية وبالتالي ماذا يريد المستعمر من المقاوم أو من الشعب المستعمر بطبيعة الحال اللي يقاوم هو أن يعتقد أنني إذا قاومت فسوف يكون المردود مكلف في الحقيقة وباهظ إلى حد كبير وبالتالي النتيجة الحتمية لهذا النوع من النقد في الحقيقة هو الكف عن الحالة المقاومة لأنك لا يمكنك أن تتوقع كيف سيتذرع الاحتلال بهذا العمل المقاوم لتنفيذ هذه السياسة أو تلك السياسة ونحن الحقيقة لنا تاريخ طويل مع الاستعمار الصهيوني يعني مثلا حينما اشترح لبنان عام 1982 ما هي الذريعة للاشتياح في ذلك الوقت الحقيقة ذريعة تافهة لا تتناسب إطلاقا مع طبيعة العنف الذي استخدمه واشتياح بلد عربي آخر والوصول إلى بيروت ثمت نقطة أخرى في الحقيقة في هذا النوع من النقد الذي ينتهي إلى إدانة المقاومة أنه يحرم المقاوم من حقه في التعاطف الحقيقة فيه هناك إشكالية حقيقية ذا طابع أخلاقي تعزل هذا المقاوم الذي تقع عليه أولا تقع عليه الإدانة تقع على عوائل المقاومين الإبادة داخل قطاع غزة يشاركون شعبهم الإبادة ولكن هناك من يريد أن يفصلهم وأن يعزلهم عن حقهم في التعاطف مثل بقية الشعب الذي تقع عليه الإبادة يضاف إلى ذلك أن هذا المقاوم ليست فقط تقع عليه الإبادة ويقاوم هذه الإبادة وبالتالي هذا يصل إلى خطاب نتنياهو الذي قاله بعد اغتيال الشهيد أو بعد استشهاد يحيى السنوار حرضا الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة على المقاومة الفلسطينية وبالتالي الذي يديني المقاومة الفلسطينية فعلا هو يتماهى مع هذا الخطاب الصهيوني الذي يحاول أن يستثمر في شكاية الناس وفي وجع الناس وفي ألم الناس لتحريضهم على بقية أبناء شعبهم الذين يشاركوهم الإبادة ويقاوموا في الوقت نفسه هذه الإبادة ساري حتى نكون موضوعيين يعني ربما حتى أنا شخصيا الذي ربما ينتقد هو ينتقد من باب الأسى على الضحايا من المدنيين ولا يناقش في مشروعية مقاومة الاحتلال مقاومة المستعمر الدفاع عن أرض لكن من يدين هي جهة معروفة هي هذه الجهة حتى لا تدين بمواقف شخصية هي عبارة عن أقلام مأجورة هي ذوباب الكتروني كما يسمى لأنظمة أصلا هي ضد المقاومة وضد اتجاه المقاومة وضد التغيير وضد حتى كل الاتجاه الذي تنتمي إليه المقاومة المقاومة الفلسطينية حماس يعني هذا صحيح ولكن ليس أمر بهذه الصورة في الحقيقة بمعنى ولذلك أنا قلت يعني الذين أناقشهم أنا لا أناقش الذين لديهم موقف أصلا من القضية الفلسطينية وليس فقط من حركة حماس أو من المقاومة بطبعتها الإسلامية الموجودة الآن داخل كتا غزة ولذلك كنا نتذكر مثلا في العام 2017 حينما بدأت ظاهرة الذباب الإلكتروني والكتاب والقنوات التي تمحد التطبيع مع الكيان الصهيوني كانت تهاجم كل الشعب الفلسطيني وكانت تتبنى السردية الصهيونية وكانت تقول أن الفلسطينيين مثلا باعوا أرضهم لليهود إلى آخره وبالتالي هناك موقف عند النظام أو أطراف على الأقل في النظام الأكليم العربي معادية للقضية الفلسطينية وياهم في الحقيقة مثقفون محترمون لا يشك أحد في صدقي عواطفهم تجاه الضحايا وتجاه الأثمان الهائلة والفادحة التي دفعت داخل قطاع غزة ولكن نمط النقد في الحقيقة هو نمط خاطئ يعني نمط هذا النقد سوف ينتهي في النتيجة نحن لا نكون ليس من حق أحد أن ينتقد أو أن يتساءل عن طبيعة الحسابات السياسية ولكن نمط هذا النقد يصل في النتيجة إلى إدانة المقاوم وهما يعني حرمان هذا المقاوم من حقه في التعاطف وهما يعني عزل هذا المقاوم عن بقية أبناء الشعب الفلسطيني وهما يعني تحريض الضحايا وأصحاب الألام الفادحة داخل قطاع غزة على بقية المقاومين الفلسطينيين وما يعني في الحقيقة مراجعة بأثر رجعي لكل مفهوم المقاومة بحيث أنه ليس أمام الفلسطيني ليتجنب العنف الاستعماري إلا الكف عن مقاومة المستعمر وأيضا هناك الحقيقة وعي ضمن خاطئ بطبيعة مواجهة الاستعمار حكمة المواجهة مع الاستعمار والذي قد ينطوي في محطات كثيرة على انكسرات وعلى هزائم في الطريق للوصول إلى تصفية الحالة الاستعمارية وإنجاز المشروع التحرري يعني في النتيجة حينما تحصل مقارنات مع حركات تحرر أخرى مثلا مثل الجزائر أو فيتنام لا يقصد أي أحد في دنيا المطابقة وأنه يجب علينا أن ندفع نفس الأثمن لا بالتأكيد ولكن في الحقيقة المقارنة تقول أن كل شعب واجه استعمار واجه نكسات وواجه هزائم لكن بالضرورة هذه حلقات متصلة على طريق الوصول إلى تصفية الحالة الاستعمارية والأمور بخواتيمها والمعركة ما زالت مستمرة نعم صحيح شكرا جزيلا لك ساري عرابي الكاتب والبحث كان في تعليق أول من سمير كنت أحب أن أسأله كنت أحب أن أسأله ساري على الحظين الشعبية وموقفها الآن هو على الأرض هناك أو في الطفل الغربية أي قريب يعني أقصد ما زال معنا ساري نعم معك طيب أعلى في استفق سمير يود توجيه سؤال لك فضل سمير أستاذ ساري أود سؤالان على السريع السؤال الأول متعلق بالموقف الحظين الشعبية بعد أكثر من سنة الآن من الحرب المدمرة والإبادة هل تغير موقفها من المقاومة أم لا لأن هناك بعض الأصوات وبعض الفيديوهات التي تظهروا سخطا على المقاومة تقول حماس ولا المقاومة هم الذين أوصلون لهذا فهل تغير الموقف العام للحظين الشعبية في قطاع غزة أم لا ثم هل موقف السلطة يخدم المقاومة واستمراء مقاومة الاستعمار والاستيطان أم لا يعني دعني أبدأ بالسؤال الثاني بالتأكيد موقف السلطة لا يخدم حالة المقاومة وموقف السلطة الفلسطينية هو أقل بكثير أو في الحقيقة لا يكون بالحد الأدنى من واجبه تجاه حالة الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين تجاه قطاع غزة وتجاه الممارسة الاستعمارية الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية ولا يوجد هناك أدنى أي مراجعة لمسار التسوية الذي أوصل الفلسطينيين لأفق مزدود هذه النقطة الأولى للأسف الشديد ما تزال السلطة تراوح مكانها بلا أي نظرة أو أي مراجعة على سياساتها فيما يتعلق بالحاضنة الشعبية داخل قطاع غزة يعني كما تفضل أستاذ أنا عيشت الضفة الغربية لا عيشت قطاع غزة والظروف الموضوعية مختلفة بشكل هائل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن أن نتحدث عن رأي عام للفلسطينيين داخل قطاع غزة في ظل الحرب والقصف والملاحقة بالنار والنزوح من الممكن أن نتحدث عن مزاج هذا المزاج يصعد ويحبط بطبيعة الحال نحن نتحدث عن أكثر من مليون لثلاثمائة ألف فلسطيني بالتأكيد لم يكونوا في أي يوم من الأيام هم مجمعين على موقف واحد حتى قبل السابع من أكتوبر يعني الشعب الفلسطيني شعب مسيس والشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة في الحقيقة هو الأكثر تسييسا والأكثر انتماءا للأحزاب الفلسطينية وبالتالي بالتأكيد هناك شريحة أصلا مثلا تنتمي لكوة مخالفة لحركة حماس داخل قطاع غزة وبالتأكيد هناك كواب أو هناك شرائح اجتماعية بطبيعة الحال يعني تشكو مواقع عليها من ظلم العدو الصهيوني ومن سياسة الإبادة الجماعية ولكن في ظل القتل وفي ظل القصف وفي ظل البلاحقة لا يمكن أن نعد هذه الشكاية مثلا رأيا عاما هو مزاد شعبي بطبيعة الحال يتغير يصعد ويحبط بحسب التحولات التي تجري داخل قطاع غزة لكن الحقيقة الإشكالية الحقيقية أن يأتي بعض المثقفين ويحاولوا أن يستثمروا استثمارا رخيصا في مثل هذه الشكايات من أجل تحريض بقية الفلسطينيين أيضا على بقية الفلسطينيين على المقاومين الموجودين داخل قطاع غزة الذين هم يعانون مثلهم مثل غيرهم الإبادة الجماعية يعني الاحتلال أول ما بدأ بسياسة الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة هو بدأها بعوائل الذين ينتمون لعناصر حركة حماس وبالتأكيد طبعا هذا شمل كل الفلسطينيين داخل قطاع غزة وبالمناسبة ساري أيضا بالنسبة لحماس كانت أصدرت هذه روايتنا بعد أعتقد حوالي شهر أو أربعين يوم لابد من سماعة الرواية كاملة حتى يكون النقد علميا وموضوعيا ونزيها يجب سماع الرواية كاملة في يوم من الأيام لكن كما قلت أنت في بداية المقال يعني ربما أصبح الحدث في ذمة التاريخ لتقييمه في التاريخ الحدث الأكبر الآن هو كيف نواجه هذه الإبادة كيف نواجه المجزرة المستمرة والحدث ربما تجاوز غزة لأن الاحتلال الإسرائيلي لن يقف عند لبنان طموح اليمين الإسرائيلي المتطرف أبعد من ذلك أليس كذلك؟ نعم صحيح بالحقيقة من الممكن أيضا أن نستدل بطبيعة الانتقال العدواني الإسرائيلي من قطاع غزة إلى لبنان على أن الاحتلال فعلا لا يحتاج لا إلى ذريعة ولا إلى فرصة يعني حزب الله في الحقيقة حرص طوال العام الماضي على أن يجنب المدنيين اللبنانيين الاستهداف الصهيوني وكان فعل الحزب مركز على أهداف مادية ليست حتى بشرية في معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكن هذا لم يحمي الحزب ولم يحمي المجتمع اللبناني يعني بالرغم من أن الحزب تعمد أن لا يستهدف مدنيين إسرائيليين تعمد حتى أحيانا ربما أن لا يقتل جنود يعني كان هناك دائما نقاش حول طبيعة الأهداف الأبراج والصحون اللاقطة التي يستهدفها الحزب واعتقد الحزب ربما أن بإمكانه أن يحمي لبنان من عدوان صهيوني شبيه بما يجرى في قطاع غزة ولم يتمكن إذن هذه عقيدة إبادة عند الصهيوني والصهيوني بطبيعة الحال نعم هو يحرص على توسيع العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني باحتلال ربما مناطق في لبنان وربما يحرص بالاستناد إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يسمو إعادة صياغة المنطقة أو إعادة تشكيل المنطقة وهذا ليس أمرا جديدا يعني كنا نتذكر في حرب تموز 2006 حينما كان هناك مشروع المحافظين الجدد وحاولوا أن يستأنفوا هذا المشروع بعد احتلال العراق في 2003 من خلال العدوان على لبنان في 2006 في ذلك الوقت وكان مشروعا معلنا وبالتأكيد محاولة اجتياح لبنان مرة ثانية وعقيدة الضاحية التي انتهجها الإسرائيلي في ذلك الوقت لا تتناسب مع أسر جنديين ميتين في العملية التي قام بها حزب الله وهذا يؤكد ما نقوله أن هذه عقيدة إبادة عند الاحتلال ليست مرتبطة بنحو العضوي وما هو بفعل الشعب المستعمر أو بفعل المقاوم الفلسطيني أو العربي شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث ساري عرابي بهذا نصر العزاء المشاهدين إلى ختم الساعة الأولى سنعود بعد قليل على رأس الساعة لمتابعة برنامجنا فابقوا معنا